هل أنت أو أي أحد من أفراد عائلتك يعتمد بصورة دورية ومستمرة على أكل المطاعم إذا كنت من ضمن هؤلاء فما هو مستوى تقييمك لنظافة المطاعم بشكل عام في إشارة سريعة أؤكد ومن خلال مقارنات متعددة قامت بها مؤسسات رقابية غربية مستقلة لاحظت أن مستوى نظافة ما تم عده الأقل نظافة من بين مطابخ البيوت من بين آلاف البيوت التي شملها التقييم المباشر وغير المباشر هذه البيوت التي تم عدها الأقل نظافة عند مقارنتها مع بقية مطابخ البيوت الأسرية كانت أنظف من مستوى نظافة ما تم تقييمه الأعلى نظافة من بين المطاعم التي تم تقييمها وطبعا هذا شمل آلاف المطاعم التي بعضها معدود من ضمن المطاعم الراقية ولك أن تتصور طبيعة ما تشير له تلك المقارنة بين نظافة البيوت ونظافة المطاعم وهنا أذكر أنني حينما كنت أساعد عائلتي في قطف وتنظيف وتقطيع أوراق الحشائش لتحضير طبق صلطة لعدد أربع أشخاص الذي أخذ مني قرابة نصف ساعة سألت نفسي مستغربا كيف تقوم المطاعم بتحضير صوان التبولة في وقت قياسي ومن يحضرها ويكفي تقييمك لمطبخ أي مطعم تختاره لتحكم أنت بنفسك عليه ادخل أي مطعم وأعني المطبخ الداخلي أو مكان تقطيع الصلطات واللحوم وأماكن تجهيزها ولاحظ بنفسك لاحظ كيفية العمل الأرضيات الأسطح الأدوات المستخدمة وغيرها من مكونات لنفس المطبخ ولا تستغرب إذا رأيت الجروح أيضا حينها في أيدي بعضهم التي يتعرضون لها باستمرار بسبب السرعة في تقطيع الأغذية وغيرها من ملاحظات لاحظت الكثير منها بنفسي تثير الشمئزاز المتأمل في مجرى كل ما تحتويه تلك المطابخ بل أن الكثير من المؤسسات الرقابية المستقلة توضح أيضا بأن ما يتم استخدامه من مواد وزيوت ومكونات غذائية وإضافات أولية وخضار وفواكه ولحوم في المطاعم تعد الأسوأ والأرخص قيمة مقارنة ببقية المواد المصفوفة على رفوف محلات بيع الأغذية واللحوم وأعني من مختلف المواد الموجودة في سوبر ماركت الأغذية والبقالات ومن لحوم في الملاحم ستجد بشكل عام الأقل قيمة يستخدم في المطاعم وهذا طبعا متما أمكن بالنسبة لإدارات تلك المطاعم خصوصا حينما تكون تلك المواد غير مكتشفة من قبل زبون المطعم كالزيوت وما شابه وسوف تكتشف بأن بعض المطاعم يستخدم مواد يربأ الشخص عن شرائها لأسرته فضلا عن قرب تاريخ انتهاء صلاحية بعضها لرخص ثمنها خصوصا بعض أنواع اللحوم بل أن غالب ما يتم استخدامه من قبل كثير من المطاعم يحمل ماركات تجارية مجهولة وأنهم حتما يستخدمون مواد ملينة غير آمنة صحيا وبهارات محسنة للطعم من أجل تمرير مأكولاتهم بالطعم المستقطب لعشاق المطاعم ويكفي أن تنظر إلى غرف تجميع العلب الفارغة بعد استخدام محتوياتها من قبلهم لتكتشف هذا الأمر لتتيقن بعدها بأن الكثير من الأمراض هي من صلع أيدينا سؤال ما هو نوع زيت القلي المستخدم من قبل المطعم الذي ترتاده باستمرار وكيف يتم تجهيز الكباب والبيرغر والبيتسا وما شابه من قبلهم وما هي نسبة الشحوم فيها وبالمناسبة هل تعلم أن هناك من المطاعم التي تشتري لحم المفروم الجاهز المضغوط في تنك بأسعار زهيدة لمثل هذه الأغراض أعني من أجل استخدامه في وجبات تحتاج للحم المفروم وأما بالنسبة للدجاج فحدث ولا حرج حتى وصلنا إلى مرحلة أن المفروم منه من الدجاج أصبح يحتوي على كل ما تتوقع من أعضاء وأنسجة في الدجاجة نفسها على كل وإن وجدت الاستثناءات المعدودة على الأصابع من المطاعم أؤكد على أن الأعمل أغلب منها وأنا هنا أتحدث بشكل عام ولا أعني مطعم بعينه هذه المطاعم المنتشرة في مناطقنا ومناطق غيرنا يصدق عليها التوصيف الذي تقدم في موضوع النظافة وفي موضوع استخدام المواد التجارية التي توفر عليهم الكثير من الأموال ولا تنسوا بأن هذه المطاعم ليست جمعيات خيرية بل مشاريع تجارية حدفها بالدرجة الأولى جني الأموال وإلا لأغلقت أبوابها ويجب الانتباه إلى أني هنا أيضا أوصف وضع ملموس وبحسب ما هو ملاحظ للعيان واعتمادا على بيانات مسجلة ورؤية مباشرة وليست استنتاجات أو تحاليل شخصية أو تجارب غامضة المعالم بغض النظر عن كل ما ذكرته لكم أترك الحكم لك لتقيم بنفسك فالموضوع ليس مجرد موضوع أمراض مايكروبية كالسالمونيلا وما شابه ولا أمراض فيسيولوجية مؤقتة بل يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك ويجب عليك أن تتذكر دائما بأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء ولا يغامر بها إلا من لم يعرف قيمتها ترجمة نانسي قنقر